بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد تقدَّم تفسير بعض هذه الآيات وقال ابن إسحاق رحمه الله وحدَّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه حُدِّث أن رجلاً من أهل النجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربةً من خرب نجران أي مكان خرب لبعض حاجته فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفنٍ فيها قاعدًا واضعًا يده على ضربةٍ في رأسه ممسكًا عليها بيده فإذا أُخِذَت يده عنها سعبَت دمًا أي سالَ الدم وإذا أُرسِلَت يده رُدَّت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوبٌ فيه ربي الله فكُتِب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأمره فكتب عمر رضي الله عنه إليهم أن أقرُّوه على حاله ورُدُّوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله حدَّثنا أبو بلال الأشعر حدَّثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدَّثني بعض أهل العلم أن أبا موسى رضي الله عنه لما افتتح أصبهان سنبلد وجد حائطًا من حيطان المدينة قد سقط عن جدار سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلًا صالحًا فحفر الأساس ووجد فيه رجلًا قائمًا معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى رضي الله عنه وبن الحائط فثبت بعدما أخرج ذلك الميِّد وبني الحائط ثبت الحائط قلت هو الحارث بن مضاد بن عمر بن مضاد بن عمر الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هذا هو عمر بن الحارث بن مضاد هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو القائل في شعره وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام رحمه الله إن أول شعر قاله العرب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر بل نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق رحمه الله يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً قصة أصحاب الأخدود أن الظلمة حفروا الحفر وأحرقوا المؤمنين يعني في عدة مرات وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود في اليمن زمان تُبَّع وفي القسطنطين هي زمان قسطنطين اسمه حاكم وين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح عليه السلام والتوحيد فاتخذوا أتوناً أي مكاناً للنار وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام والتوحيد وفي العراق في أرض بابل بختنصر أي كذلك خدَّ الأخدود للمؤمنين وعذَّبهم الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له نعوذ بالله فامتنع دانيال وصاحباه عزليا وميشائيل وأوقد لهم أتوناً وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهما بردًا وسلامًا وأنقذهما منه وألقى فيهم الذين بغوا عليه وهم تسعة رط فأكلتهم النار وقد وقال أسباق عن السد رحمه الله في قوله عز وجل قُتِل أصحاب الأخدود قال كانت الأخدود ثلاثة خدٌ بالعراق وخدٌ بالشام وخدٌ باليمن رواه بن أبي حاتي يعني كفر ظلم عذَّبوا المؤمنين وحفروا لهم وأرموهم في النار فأولئك أجرهم على الله وعن مقاتل رحمه الله قال كانت الأخدود ثلاثة واحدة بن أجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي وأما التي بفارس فهو بغتنصر وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس وأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآن وأنزل في التي كانت بن أجران وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدَّثنا أبي حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدَّثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع وابن أنس رحمهم الله في قوله أزَّى وجل قُتِلَ أصحاب الأخدود قال سمعنا أنهم كانوا قوما في زمان الفترة أني بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليهما وسلم فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتزكاء وكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبارٌ من الجبارين وحدِّث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا نعوذ بالله وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وقال لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فخدَّ أخدودًا من نار وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه أو الذي نحن فيه فقالوا هذه أحبُّ إلينا أي النار ونحن في سبيل الله وفيهم نساء وذُرِّيَّة ففزعت الذُرِّيَّة فقالوا لهم لا نارا من بعض اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن جمسَّهم حرُّها وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله عز وجل قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قُعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم أي ما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد آمنوا بالله وهذا هو الواجب الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فالظالمون عذَّبوا المؤمنين والمؤمنون أجرهم على الله رواه ابن جريل ورحمه الله حُدِّثت عن عمَّار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه وقوله تعالى إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أي حرَّقوا قاله ابن عباس قضي الله عنه ماء ومُجاهِذ وقتاد والضحَّاك وابن أبزاء رحمهم الله فتنوا أي حرَّقوا ثم لم يتوبوا أي لم يُقلِعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود أي كرم الله وجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة سبحانه وتعالى قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوحيد والمغفرة اللهم اغفر لنا وثبِّتنا على الإيمان والتوحيد والسنة يا رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار التي تحتها الأنهار وإنه تحتها الأنهار لأعدائه الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع وهو الغفور الودود يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان اللهم اغفر لنا ذنوبنا والسرعيوبنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات والودود قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو الحبيب الودود الذي يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه جل جلاله ذو العرش أي صاحب العرش المؤظم العالي على جميع الخلائق والمجيد فيه قراءتان الرفع على أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما مع النصحير فعالٌ لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يُسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت رضي الله عنه هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا فما قال لك قال لي إني فعالٌ لما أريد الطبيب سبحان الله العظيم فالمؤمن يصبر ويحتسب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بجنة الفردوس والنجاة من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا فما قال لك قال قال لي إني فعالٌ لما أريد وقوله تعالى هل أتاك حديث الجنود شرعون وثموت أي هل بلغك ما أحلَّ الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردَّها عنهم أحد وهذا تقرير لقوله إن بطش ربك لشديد أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديدًا أخذ عزيزٍ مُقتدر جل جلاله قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدَّثنا أبي حدَّثنا علي بن محمد الطنافسي حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ تقرأ هل أتاك حديث الجنود فقام يسمع فقال نعم قد جاءني أي جاءني خبر الجنود وقوله بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب أي هم في شكٍ وريبٍ وكفرٍ وعناد نعوذ بالله والله من ورائهم محيط أي هو قادرٌ عليهم قاهرٌ لا يفوتونه ولا يعجزونه بل هو قرآنٌ مجيد أي عظيمٌ كريم في لوحٍّ محفوظ أي هو في الملأ الأعلى محفوظٌ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل قال ابن جريل رحمه الله حدَّثنا عمر بن علي حدَّثنا قُرَّة بن سليمان حدَّثنا حرب بن سريد حدَّثنا عبد العزيز بن صحيب أن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى بل هو قرآنٌ مجيد في لوحٍّ محفوظ قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآنٌ مجيد في لوحٍّ محفوظ في جبهة إسرافيل ذلك اللوح في جبهة إسرافيل الملك عليه السلام وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدَّثنا أبي حدَّثنا أبو صالح حدَّثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعيس هو عبد الرحمن ابن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل أي موضوع بين عيني ملك إسرافيل عليه السلام لا يؤذن له بالنظر فيه عليه السلام وقال الحسن البصري رحمه الله إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوحٍّ محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه جل جلاله وقد روى البغوي رحمه الله من طريق إسحاق ابن بشر أخبرني مقاتل وابن جريت عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه في صدري أي في أول اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله عليم الصلاة والسلام أدخله الجنة اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان قال واللوح لوحٌ من دُرَّةٍ بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وحافتاه أي جانباه الدُر والياقوت الحجار الكريم ودفَّتاه ياقوتةٌ حمراء وقلمه نور وكلامه معقودٌ بالعرش وأصله في حجر ملك أي بين رجل ملك عليه السلام قال مُقاتل محمه الله اللوح المحفوظ عن يمين العرش وقال الطبراني محمه الله حدَّثنا محمد بن عُثمان من أبي شيبة حدَّثنا من جاب بن الحارث حدَّثنا إبراهي بن يوسف حدَّثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جُبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من دُرَّةٍ بيضاء صفحاتُها من يقوتةٍ حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كلَّ يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويُذِل ويفعل ما يشاء جلَّ جلاله قال المعلِّق وزياد وليث ابن أبي سليم ضعيفان وقد جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة النبوية اللهم ثبِّثنا على الإيمان يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات تفسير سورة الطارق وهي مكية قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله حدَّثنا أبي حدَّثنا عبد الله ابن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدَّثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن خالد ابن أبي جبل العُدوان عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر يعني أن يؤمنوا به فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها أي حفلتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معه من قريش نحن أعلم بالصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه لا شك أنه رسول الله وهم قريش المشركون معاندون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر سبحان الله العظيم يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النير ولهذا قال عز وجل والسماء والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق ثم هسره بقوله النجم الثاقب قال قتاد رحمه الله وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يراب الليل النجم يراب الليل لأنه إنما يراب الليل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح رحمه الله نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل إذا كنت مسافر ورجعت من سبرك ودخل الليل فلا تدخل على أهلك ليلا امضي ليلك في أي مكان ولا تدخل إلا نهارا لأنك إذا جئت الليلا تفزعهم نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل وفي الحديث الآخر المجتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وقوله الثاقب قال ابن عباس رضي الله عنهما المضيء وقال السد رحمه الله يثقب الشياطين إذا أرسل عليها وقال وقال عكريما رحمه الله هو مضيء ومحرق للشيطان وقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الحمد لله وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى جل جلاله كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله وقوله عز وجل خلق مما إن دافق يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل سبحان الخلاق العظيم ولهذا قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها مني الرجل من الصلب ومني المرأة من الصدر سبحان الخلاق العظيم قال شبيب ابن بشر عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق مني المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما أي من مني الرجل والمرأة وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتاد والسد وغيرهم رحمهم الله سبحان الخلاق العظيم فعلينا أن نوحد الله ونتبعه ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو سام عن مسعر سمية الحكم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج من بين الصلب والترائب قال هذه الترائب ووضع يده على صدره وقال الضحاك وعطي عن ابن عباس رضي الله عنهما تريبة المرأة موضع القلادة صدرها حيث يوضع القلادة وكذا قال إكرمة وسعيد ابن جبير رحمهم الله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الترائب بين سدييها بين سديي المرأة وعن مجاهد رحمه الله الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي وقال سفيان الثوري فوق الثديين وعن سعيد ابن جبير رحمهم الله الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل وعن الضحاك رحمه الله الترائب ما بين الترائب بين الثديين والرجلين والعينين وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي حبيبة المدني رحمهم الله أنه بلغ في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد سبحان الخلاق العظيم وعن قتاد رحمه الله يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر فيه قولان أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك قاله مجاهد وعكرم وغيرهما رحمهم الله والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي عادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة جل جلاله على كل شيء قدير وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير رحمهم الله ولهذا قال عز وجل يوم تبلى السرائر الله يرده يوم القيامة أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو الأشياء السرية تظهر تظهر في ذلك اليوم تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان الغدر نقض العهد وكل غادر مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع له لواء أي علم عند استه أي عند دبره يقال هذه غدرة فلان ابن فلان خزيا وعارا أعوذ بالله من غضب الله وقوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر أي الإنسان يوم القيامة ليس له من قوة أي في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك اللهم أعذنا من عذابك وأدخلنا في رحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال ابن عباس رضي الله عنه الرجع المطر والسماء ذات الرجع أي ذات المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر الحمد لله وقال قتاد ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم الحمد لله وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا والأرض ذات الصدع قال ابن عباس رضي الله عنه هو انصداعها عن النبات تنشق الأرض ويخرج النبات بقدرة الله جل وعلا وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتاد والسد وغير واحد والأرض ذات الصدع أي تنشق عن النبات بقدرة الله تعالى الحمد لله وقوله إنه لقول فصل قال ابن عباس رضي الله عنهما حق فصل أي حق وكذا قال قتاد عمه الله وقال آخر حكم عدل جل جلاله وما هو بالهزل أي بل هو حق جدا حق جد حق وجد ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن ثم قال فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويدا أي قليلا أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلك فما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نعوذ بالله من الكفر والكافرين تفسير سورة سبح وهي مكية والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فجعل يُقرِي يُقرِي آننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبِّح اسم ربك الأعلى في سور مثلها وقال الإمام أحمد رحمه الله حدَّثنا وكي حدَّثنا إسرائيل عن ثويل ابن أبي فاختة عن أبي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبِّح اسم ربك الأعلى تفرَّد به أحمد رحمه الله قال المعلق قال الهيثمي رحمه الله في المجمع فيه في سنده ثويل ابن أبي فاختة وهو متروك أي ضعيف ترك الحفاظ الرواة عنه وثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن إبراهي بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا في العيد وفي الجمعة هكذا وقع في مسند الإمام أحمد رحمه الله إسناد هذا الحديث وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وأبو داود والترمذي والنساء رحمهم الله من حديث أبي عوان وجرير وشعب ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به قال الترمذي رحمه الله وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال ورواه سفيان بن عيين عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان رضي الله رضي الله عنه وقض رواه عنه بن ماجه رحمه الله عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيين عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان رضي الله عنه به كما رواه الجماعة والله وعلم ولفظه مسلم وأهل السنن رحمه الله رحمهم الله كان يقرأ في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحاء ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد أي العيد والجمعة فقرأهما وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبزاء رحمه الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد زادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والمعوذتين في الركعة الأولى من الوتر سبح وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وهكذا هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة سدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولولا خشة الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافق حدثنا عمي إياس بن عامر سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وفي الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى تقولها بإيمان ويقين ورواه أبو داود وابن ماجا رحمهم الله من حديث بن المبارك عن موسى بن أيوب به رحمهم الله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وهكذا رواه أبو داود رحمه الله عن زهير بن حرب عن وكيع به رحمهم الله وقال خولف فيه وكيع رواه أبو وكيع وشعب عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وقال الثوري رحمه الله عن السد عن عبد خير قال سمت علي رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى الله جل وعلا على العرش استواء على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته فربنا جل جلاله في العلو على العرش استواء على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى وقال ابن جرير يحمه الله حدثنا ابن حميد حدثنا حكام أن عنبسى أن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلاء وقال قتادة عمه الله سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى جل جلاله وقوله الذي خلق فسوى أي خلق الخليق وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات الحمد لله وقوله والذي قدر فهدى قال مجاهد رحمه الله هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقاه ثم هدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه سبحانه كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل جلاله وقوله والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزرع فجعله غثاءً أحوى قال ابن عباس رضي الله عنهما هشيماً متغيراً وعن مجاهد وقتاداً وابن زيد رحمهم الله نحوه غثاءً أحوى أي هشيماً متغيراً قال ابن جرير محمه الله وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاءً بعد ذلك ثم قال ابن جرير محمه الله وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب من مخالفته أقوال أهل التاويل فجعله غثاءً أحوى قال ابن عباس رضي الله عنهما هشيماً متغيراً غثاءً أي هشيماً متغيراً أحوى متغيراً وقوله تعالى سنُقرِئك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسى وهذا إخبارٌ من الله عز وجل ووعدٌ منه له بأنه سيُقرِئه قراءةً لا ينساها إلا ما شاء الله وهذا اختيار ابن جرير محمه الله وقال قت هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي لا تنسى ما نُقرِئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه يعني إذا نسخ الله ذلك وقوله تعالى إنه يعلم الجهرَ وما يخفَى أي يعلم ما يجهرُ به العباد وما يُخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفَى عليه من ذلك شيء الله أكبر فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا فيجب أن نتق الله ولا نتكلم إلا بخير ولا نعمل إلا ما أُذِن لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين وقوله تعالى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى أي نُسْهِلُوا عَلَيْكَ أَفْعَالَ الْخَيْرِ وَأَقْوَالَهِ وَنَشْرَعُ لَكَ شَرْعًا وَنَشْرَعُ لَكَ شَرْعًا سَهْلًا سَمْحًا وَالْتَذْكِرَةِ وَمِنْ هَا هُنَا يُؤْخَذُ الْأَدَبُ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ فَلَا يَضَعُهُ عِندَ غَيْرِ أَهْلِهِ كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمُحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنةً لبعضهم وقال حدِّث الناس بما يعرفون أتُحِبُّون أن يُكَذَّب الله ورسوله وقوله سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى أي سيتَّعِذُ بما تُبلِّغُه يا محمد صلى الله عليه وسلم من قلبه يخشى الله ويعلم أنه مُلاقيه ويتجنَّبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى نعوذ بالله من الشقاء أن يموت لا يموت فيستريح ولا يحيى حياةً تَنفعه بل هي مُضرَّةٌ عليه لأنَّ بسببها يشعُر ما يُعاقَبُ به من أليم العذاب وأنواع النكال اللهم انفعنا بكتابك وسنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله حدَّثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نظرى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهلُ النار الذين هم أهلُها لا يموتون ولا يحيون وأما أناس يريدوا الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخلوا عليهم الشفعاء يعني الموحدين الذين أذنبوا ودخلوا النار بسوب الذنوب فالله عز وجل يرحمهم ويخرجهم بسوب الإيمان والتوحيد أما أهلُ النار الذين هم أهلُها لا يموتون ولا يحيون نسأل الله السلام وأما أناس يريدوا الله بهم الرحمة يعني الموحدين الذين عصوا فيميتهم في النار فيدخلوا عليهم الشفعاء يأذنوا الله للشفعاء فيأخذ الرجلُ أنصاره فينبتهم أو قال ينبتون في نهل الحياء أو قال الحياء أو قال الحيوان أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبَّة في حميل السيل قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء قال فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريق لأهل مكة وهذه حكمة الله ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم حكمة الله عز وجل ورواه مسلم رحمه الله في حديث بشر ابن المفضل وشعبا كلاهما عن أبي مسلم سعيد بن زيد به مثله ورواه أحمد رحمه الله أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس اليريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريدوا الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون نعوذ بالله من ذلك وإن أهل النار الذين يريدوا الله إخراجهم يعني المحهدين الذين العسوا يميتهم فيها إمات حتى يصيروا فحماء ثم يخرجون الضبائر أي جماعات فيلقون على أنهار الجنة أو يرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحب في حميل السيل هؤلاء المحهدون الذين التكبوا المعاصي يغفر الله لهم برحمته اللهم اتب علينا واغفر لنا يا رب العالمين فعلينا أن نحذر المعاصي وقد قال الله تعالى إخباراً عن أهل النار أي الكفار ونادوا يا مالك ملك خاز جهنم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عليهما السلام يقول تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى أي طَهَّرَ نَفْسَه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وذكر اسم ربه فصلى أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعةً لأمر الله وامتثالًا لشرع الله الصلاة عماد الدين وقد قال الحافظ أبو بكرًا للبزار رحمه الله حدَّثَنا عباد ابن أحمد العزرم حدَّثَنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن السابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكَّى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأندات وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى قال هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها اللهم وفِّقنا لذلك يا رب العالمين ثم قال لا يُرْوَى عن جابر رضي الله عنه إلا من هذا الوجه قال المعلق وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع رواه البزار عن شيخه عباد ابن أحمد العرزمي وهو متلوف أي ضعيف تركه الحفاظ وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه إن المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره ابن جرير رحمه الله وذكر اسم ربه فصلى أي الصلوات الخمس قال ابن جرير رحمه الله حدثني عمر بن عبد الحميد الأيل حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالية رحمهم الله فقال لي إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي قال فمرت به فقال هل طعمت شيئا قلت نعم قال أفضت على نفسك من الماء أي تسلب قلت نعم قال فأخبرني ما فعلت ما فعلت بزكاتك أي زكاة الفطر قلت وكأنك قلت قد وجهتها قال إنما أردت لهذا ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني زكاة الفطر زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو عبد وقال وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها من زكاة الفطر ومن سقاية الماء فسقاية الماء من الضمآن فيه فضل عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر